السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال هذا النهار نقدم لكم بيزا بعجينة الفوغاس الإيطالية أصدقائي خليكم معي باش تشوفوا المقادير وايضا طريقة تحضير bonjour et bienvenue dans ma chaînee votre chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous بيزا mais avec la pâte de الفوغاس italienne restez avec moi pour voir les ingrédients et aussi la préparation ا الشيком والتصدقائي وأشكار يحتاج الت didدور أ�نا المحتاجات أصدقات البيانية أقضى بيزير في القرصة يحتاج إلى مقادير 500g حليب واللغة والدقيق الأبئة يحتاج إلى ملعقة الكبيرة زيت الزيتون 8 جرامات خميرة الخبز الجافة تقدروا تعوضها 20 جرام الخبز الطريق ونحتاج ملعقة صغيرة ملحة كبيرة السكر أصدقائي كما تلاحظوا اخذت الأنية الموجود فيها الماء الدافئ 150 جرام نوضع لها 8 جرامات الخميرة اللاجين كما قلت قدروا تعوضها بالعجين الطريق 20 جرام ونضيف لها الملعقة السكر نخلط الكل جيدا ونتركها جانبا نحاولي دقيقة لتفاعل الكلة وتفاعل الخميرة أصدقائي بالنسبة للعجين إما نعجنها باليد سهلة في العجين أو نعجنها بالعجنة الكهربائية أنا سنعجنها في 8 دقائق فقط نوضع 500 جرام ديال الفارينة نضيف لها ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون نضيف لها ملعقة صغيرة ديال الملح ونضيف الـ 150 جرام ديال الحليب نضيف أيضا الـ 150 جرام ديال الماء أو الخليط ديال الخميرة نضيفها أصدقائي ونخليها أو نتركها تعجن 8 دقائق حتى ترجع العجينة متماسيكا ولينا نضيفها أصدقائي ونخليها افضلتقائي ونخليها أصدقائي ونخليها محباً اتعرفت بحقًا ومستجدت بحقًا وممستجدت بحقًا اتركت بحقًا اتركت بحقًا اتخلت بحقًا ومستجدت بحقًا ومستجدت بحقًا 30 مُنطة اصدقائي بعد أن تنتهي العجن لنضع الزيت والعجين ولكن قررت في الأخير أنني نقسم العجينة إلى قسمين اتنين يعني وضعت آنيتين وضعت فيهم زيت الزيتون أصدقائي وضعت العجينة أي قسمتها إلى قسمين كما تلاحظوا وتركتها تخمر بالنسبة الوقت تركتها 30 دقيقة ونتركها في مكان يكون دافئها كي يضاعف الحجم ديالها أصدقائي ثانيا بالنسبة لنوضع فليب بيتزا عندي هنا بسلة اللي قطعتها الشرائح هادي نوضع شوية ديال زيت المائدة ونوضع البصل باش يتقلى أو يطيب واحد شوية ووضعت فيه شوية ديال الملح تقدروا توضعوه أيضا في مقلة توضعو زيت المائدة وتوضعو شوية ديال الملح وتركوه حوالي 10 حتى 15 دقيقة وأيضا غادي نزع البصلة أصدقائي ونوضع حوالي 400 جرام ديال السس الطماطم نوضع فيها شوية ديال الملح شوية ديال إبزار وشوية أعشاب من السماء زيت المائدة أو زيت الزيتون ونتركها طيب أو تنطبخ من 10 حتى 15 دقيقة أيضا دوزيما ميزامي كيسكو جوي ماتر دوزيما أصدقائي دوزيما أصدقائي دوزيما أصدقائي ثم سميزا six حتى عميزة الأصدقائي دوزيما أصدقائي ومن تعفض لك من 10 دقاءة من سواء أنتظار ما طرح نحن سميزه بسرحون أعطيع اعطيع أصدقائي رمضة سواء جعودا من سل منصول فsemاء منصول اضافة بعض الويل فيجيتال اضافة 10-15 منتظر اضافة طماطم اصدقائي لا نساش ضفت السلسة الطماطم واحد الورقة ديال سيدنا موسى او ورقة ديال الغار ثالثا اصدقائي نأخد صنيتين اتنين بما ان عندي عجينتين اتنين وضعت ورقة طهي وضعت شوية زيت الزيتون ووضعت العجينة نبسطهم اصدقائي بعد نوضع عليهم سلسة الطماطم بالنسبة للحشوة والتعميرة تبضعوا اي حاجة حبيتوها بالنسبة العجينة الاولى اصدقائي وضعت سلسة الطماطم وضعت شوية جبن مبشور بالنسبة الجبن المبشور اللي استعملته هو الليمونتال وضعت عليها البصل المقلي او البصل اللي طيبناه مع بعض ونوضع عليها شوية جبن وضعت اللافش كيري وضعت ايضا المربعات ديال الليمونتال ايضا جبن الليمونتال وضعت شوية تونة وشوية زيتون اسود بالنسبة العجينة الاولى او العجينة الثانية وضعت فيها سلسة الطماطم وضعت فيها شوية جبن مبشور وضعت عليها مربعات ديال جبن المعز وشوي تديك رومي مدخن سخنت او حميت الفرن العلمية وخمسا وثمانين درجة نحط السنية خمسا وعشرين دقيقة حتى ثلاثين دقيقة ثانيا ومسكنين ملكة المللقة عميطة ومسكنين جلدت إلى الأمام ومسكنين المللقة الخلايا ومسكنين والأمام العلقة جلد التمميطة للملقة الحصول كلمة الملقة لعبائل اللائم ملكة الملقة بين مصنع باديم ومن يدرق الشيفة جانس تحطر الأخبات المصنعية النجوان يمزون الم keyفره في عامل مصنعية وقبل الآن أخذ باديم إلينا من قطعة الهوزر بين 20 أ30 مناطقية حتى على السبب السمع إذا كنت أنتم أرجوه واحد سلطأ الأمر في سياسة وثمرة وليست مجموعة et voilà mes amis ma recette pour aujourd'hui si vous avez bien aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo أصدقائي qu'al'aider إذا عجبتكم le وصف ne t'invite pas de like de abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo il y a un autre vidéo d'avoir regardé cette vidéo ! ترجمة نانسي قنقر